أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات أن السبت القادم أول غرة شهر محرم ويعوض عنه يوم الأحد الثاني من محرم الموافق 26 أكتوبر إجازة رسمية لجميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة استنادا للقانون رقم 2 لسنة 2000 بشأن تحديد الإجازات والعطل الرسمية اشتركوا في القناة